صباح نفل عليك بس عادة كل سنة طيبة وكل سنة وكل مشاهدين وحضراتكم طيبين وبخير وسعادة وفرح النهاردة آخر يوم في شهر رمضان الفضيل خلاص ساعات قليلة ونودع شهر رمضان المبارك كلنا ندعي ربنا يتقبل صيامنا وقيامنا وكل أعمالنا في هذا الشهر قبولا حسنا النهاردة ليلة العيد وبكرا إن شاء الله عيد الفطر المبارك ربنا يعيده على حضراتكم جميعا وعلى الأمة العربية والإسلامية بكل الخير يا رب. يعني فعلا رمضان السنة دي جري ما حسناش به عن أي سنة فاتت كنا لسه بنبتدي يومين لسه بادي بالضبط يعني بجد أن حاسب بقلو عشر طيام مثلا أو حاجة الكل يمكن كمان دلوقتي بستعد لأجواء العيد والتجيز للعيد والناس كلها بتبقى فرحانة وسعيدة ويمكن فيه كده حاجة لطيفة جدا الكل بتدعي عيد على بعضه والرسائل اللي بتوصل على التليفون وكمان الناس المرة دي ابتدت يا محمد إن هي تخبس كحك العيد بنفسها. ابتدت أشوف كده على السوشيال ميديا يمكن دي موضة جديدة أنا معرفش أو إيه بس الناس ابتدت كلها تخبس كحك العيد بنفسها نرجع لأيامنا كلها عائلة. نرجع لأيام زمان وحالة البهجة الحلوة. أجمل حاجة كمان يا بسان فكرة الألوان اللي موجودة في الشوارع دلوقتي. زي ما كنا في أول الشهر الكريم بنشوف زينة رمضان بتزين شوارعنا حالة من البهجة الجميلة بنشوفها الناس بدأت تنزل تحضر كل حد بينزل مع أسرته ويجيب لبس العيد. التفاصيل المبهجة الجميلة دي هي تفاصيل الحياة المصرية. تفاصيل نقدر نقول عليها البهجة المصرية. إحنا شعب بيعرف إزاي يبتهج بالأعياد ويقدم أجمل ما عنده في الأيام الحلوة دي كلنا نسعد بعض. كلنا نعيد على بعض اللي حد زعلان من حد اللي حد مخاص من حد. فرصة جميلة جدا. إحنا نبادر دايما ونهني بعضنا بعيد الفطر المبارك. طبعا يوم العيد ليه تقوص خاصة جدا. التقوص دي بتبدأ مع صلاة العيد. والحقيقة إنه بس صوت تجبيرات العيد هي فرحة لوحدة. لما تسمع تجبيرات العيد مع أول أيام العيد بتشعر كده بحالة من النشوة والجمال والفرحة. الكل بيكون حريص إنه ينزل يصلي صلاة العيد الأب بيكون حريص إنه يصطحب كمان أطفاله الصغيرين يلبسوا أجمل ما عندهم. ويبقى عندهم كده حالة من حالات الإقبال على صلاة العيد. وزارة الأوقاف السنة دي خصصت عدد كبير جدا من الساحات ومن المساجد الكبيرة. إلي حتكون إن شاء الله جاهزة لاستقبال المصليين في كافة المحافظات المصرية بس. اللي زيزة قويين احنا بقالنا سنين كتير. بقينا بنشوف المساجد بتجيب أو بتهيئ الساحات بتاعتها عشان تكون ساحة لطيفة بالنسبة للأطفال. تشجعهم منهم ينزلوا يصلوا صلاة العيد. فبنشوف كتير قوي من المساجد دي البلالين اللي بتبقى متعلقة. بعض المصليين بيجيبوا معاهم يمكن بعض الحلويات عشان يدوها للأطفال ويوزعوا على الأطفال الصبح بدري. وده بيخلي فعلا أجواء لطيفة جدا. بيخلي الناس كلها مستعدة. وفعلا بنقول إيه احنا دايما بنطبق لصلاة العيد. بنفضل مستنيين الصلاة عشان ما تروحش علينا نومة. طبعا إحنا بنصحى بدري. لطيفة جدا. لكن خلينا نقول لحضراتكم أنه ما ننساش نهاية الأرصاد أكدت أنه هيكون فيه انخفاض في درجات الحرارة لصبح بدري ووقت الصلاة. فيا ريت اخدوا بالكم ولبسوا أولادكم ملابس تقيلة شوية عشان يستمتعوا بأجواء صلاة العيد. وانتوا كمان تستمتعوا بأجواء الصلاة بزداد كمان أن الأجواء دي بتبقى في الخارج. كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة وكل الأمة العربية والإسلامية بألف خير. وعيد سعيد يا رب علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية كلها. بنصبح عليكم. ومرة تانية سباح الخير يا مصر.